بسم الآب والإبن الروح القدس الآن واحد أمين المجد الآب والإبن الروح القدس الآن كلهوان ودرده الأمين تحي اللعين أبركته ورحمته من الآن والأبد أمين نجي النهاردة إحبابي يكلم لا تضطرب قلوبكم دي أول كلمة لا تضطرب قلوبكم يعني باللغة البسيطة ما تخافوش والإضطراب والخوف أنواع فيه خوف داخلي وفيه خوف خارجي أو إضطراب داخلي وإضطراب خارجي الإضطراب الداخلي اللي هو إيه اللي هو عبارة عن الفشل إنسان بيفشل بيحس دايماً إنه عنده فشل ممكن فشل في الدراسة، في شغله، في حياته، في حياته، في حياته الزوجية، في شبابه، مع زوجته، مع أولاده، بيعنده إضطراب عنده خوف من الفشل فيها وفيه خوف بيجي من الخطيئة وخوف الخطيئة، إضطراب الخطيئة هو خوف وحش الخوف الإنسان أو الإنسانة تحس إن أنا هقع في الخطيئة إنسان أو إنسانة الخطيئة متملكة مني إنسان أو إنسانة بتقول الخطيئة هي حياتي خلاص مفيش فايدة أنا حياتي كده كله بيعملها ما عملهاش ليه وقبل كده إحنا قلنا إعلان إنسان الخطيئة قد أعلن ما أسهل الخطيئة ما أسهلها دلوقتي وبنضي عليها تبررات وبنضي عليها أعذار ونجيبه كمان آيات عليها لو حنا حبينا يعني ده الإطراب اللي بيجي من الجو الإنسان في إطراب بيجي من الفكر وربنا رحمنا منه الإنسان يعود يفكر من أجل غيره حاجات دايما وحشة دايما ناجاتيف دايما ناجاتيف كل حاجة ناجاتيف كل الناس ناجاتيف ما بيشوفش أي حاجة حلوة في أي إنسان أو أي إنسان ده إسم الإطراب الداخلي أو الخوف الداخلي الخارجي الناس بيقولوا علي إيه أنا خاف الناس يقولوا علي إيه الناس شاهدوني فين الناس عارفوا أنا بعمل إيه من غير محد بيعرف اللي أنا بدسه اللي أنا بنخبيه هل الناس عارفها ولا مش عارفها ده هو الخوف الخوف نظرة الناس ليه أو إطراب يعني الإنسان ليه إن أنا لبس إيه منظري إزاي شعري إزاي لبس إزاي عربتي إيه بتي في إيه شهادات إيه متجوز مين ده اللي بنخافه منه نظرة الناس نظرة الناس إلينا في إطراب أبدي أو خوف أبدي اسم الموت اسم الموت مين مش بيخاف من الموت نظرة الناس يرفع إيده الإنسان في أن نسكر ربنا فيه واحد بس إلينا ما خفيتش رفعت إيديه الحمد لله فالكنيسة كلها فيها واحدة بس وليه خافة من الموت حلو علينا بالنسبة لي نحنا قوي مبروك عيون النعمة أثنين إيه إيه إذا انت قطرته ربنا يسترحى علينا الله 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 يالله الإطراب أو الخوف من الموت هو إزاي حقف قدام ملك الملوك رب الأرباب ويتكشف الأصفار ويشوف كل حاجة عشان كده يقول لك إيه في بيت أبي منازل كثيرة أنا هروح ونعدها لكم ولما تخلص أنا حاجة أخدكم لا تضطرب قلوبكم ده وعد إلهي صادق إن لنا مكان في السماء أبونا السماوي جاي يخدنا بيقول لنا أنتم اضطرابين ليه في مشاكل ليه عندكم آمنوا بيه في بيت أبي منازل كثيرة نذكرك نمجد اسمك حاكل لنا بيت بس البيت اللي هو عمل هنا فوق في السماء مش مجانا لا شيء مجانا لا شيء مجانا في هذا العالم مش مجانا ربنا يسوع المسيح عطانا ودفع العربون بدل عنا على شرط كونوا قدسين كما أنا قدس يقول الرب طالب مننا القداسة كونوا رحماء كما أباكم سموا إيه رحيم حبوا أعداءكم أحسنوا وصلوا للذين يسئون إليكم هذه شروط سماوية لكي أدخل في بيت أبوي الإنسان حبيبي أنا شبهته كما بشنطة شنطة صغيرة تأخذها وأنت أول لما تتولد اسمها شنطة الصفر في بيت أبي منازل كثيرة من يوم ولدتك ولدتك الشنطة بتكون خلاص جهزت وانت صغير أول شنطة بتحط فيها حاجات الأطفال اللعب اللبس فرحة الأم وفرحة الأب بيحلوها لك وبيجملوها لك بيشترو لك عرص جديد لبس جديدة في المعمودية ده أول أول حاجة في الشنطة بتحطها بتكبر شوية بيديلك في الشنطة حياتك شهاداتك أفكارك اللي انت عملته بتحط في الشنطة شهاداتك وأعمالك بعدها تكبر شوية تقول أنا عايزة أتجوز تتجوز تتحط في الشنطة السر اللي انت خدته من ملك الملوك ربالما يبقى قدام المذبح هتسأل عليه هتقول لي ربنا عايز بنت وولد يجيب لك تتحط في الشنطة تكبر شوية تقول أنا عايزة أخلهم الجمعة أعلمهم تحط لك في الشنطة تكبر شوية بشوية تقول أنا ظهري أنا جسمي أنا تعبان تتحط لك في الشنطة يقول لك كبرت أولادك هتجوزه نعم الأفراح ونلبس لبساني الحلو أنت وعرفينه طبعا اللبس الحلو والصهرات والحفلات وما بالكم من الأنواع بالنوع أوهد الوقت ستحط لك في الشنطة يعني بعد السر الأفراح زي بعد التناول أروح تعمل مش عارف إيه بره ما نفعش في الشنطة بتحط لك تيجي ساعد كبرنا في السن فينا اللي ياخد باله من الناس الكبراء فكبروا في السن وفينا اللي بيسيبهم ما شغلنا يروح من يرسنجهم والصفحة تتقفل ويقول لك تعالى إلى موطنك تعالى جهزت لك لك المكان كل حياتنا بخارا قليلا ثم يطمحي هتطلعوا بالشنطة ديت فوق حبايب هنتطلعوا كلها بيها في ناس ربنا بيعمل معهم العجب اللي يرجعوا إليه بس هم مصممين هم مصممين هم مصممين فحياتنا على الأرض زغيرة الشنطة ديت هفكركم بيها أخدتوها في يوم من الأيام طلبتوا من رب الكوات يدينا أرض جديدة ومكان جديد نعيشوا فيه أخدنا الشنطة ويسيبنا كل شيء في وطننا سيبنا كل شيء في التلاجة والغسالة والشقة سيبنا كل هذا صحة ولا أنا غلطان أخدتوا الشنطة نقول بقى ربنا أو أنت يعني حاجة تانية أنا مليش دعوة نقول لما سعليه يا ربنا وخلاص أخدتوا الشنطة طلعتوا بيها الطيارة جئنا في الوطن بتاعنا ونفس الشنطة هتخد وتطلع بيها السماء فنحن غرباء ونزلاء في هذا العالم فلما نشوف أهلينا أولادنا اللي في السودان اللي محدث سائل فيهم ماشيين بالشنط السماء بتفكرنا نحن منا نشوف وطن في هذا المكان وطننا بتاع السماء لما نشوف أهلينا ماشيين ومش عارفين يركبوا كيف ويروحوا فين ومين ها يستقبلنا ومين ها يضمنا ومين يأكلنا ويشربنا إلا عنده عنده ولا سائل ربنا بيقول هتسيبوا كل حاجة أعملتوا كل حاجة هتسيبوا كل حاجة والشنطة جاهزة من مكان لمكان مكتوب علينا أولاد ملك المجد مناش أرند مناش بيوت مناش عربيات مناش فلوس بتتاخد القروس بقت أعصباحة ملهاش قيمة نهائية يبقى معهم الفلوس ومش عارفين له أكل الشنطة هنفضلوا كده أولاد ملك المجد أولاد ملك المجد هنفضلوا كده وياللي بتدوروا على أسور واستكون في هذا العالم أفكركم بكلام رب المجد لستم أنتم من هذا العالم السهل علي إلي أنا أعرض أتكلم سهل علينا نطلع كلام قالوا وعملوا وخلوا ونعملوا أفلام ونعملوا ولو لم يتعرفين وكلنا ينونس ونونس لكن ما شاهد القرف وال Kang-Katan والمجروح والذي تدوره لا أعرف أن ينحلهم ويقوموا من البلد عندما لم ينحل قروش يخرج بها من حاسس بيهم نشكر ربنا في ناس بركة عظيمة حس بيهم لما كل اللي عملتوه هتسبوه ربنا بيفكرنا حبايبي هي شنططهم زي شنططنا ستدوني ولا في فرق هنمشوا هنمشوا بس الشنطة اللي أنا بتكلم عليها يا حبيبي هي بس مش حاجة كلها اي حياتك على الارض انت عملت بها ايه ربنا جاي النهاردة بيقول لهم لا تضطرب كلوبكم آمنوا بي الإيمان الإيمان اللي خلي الكنيسة الإبطية كنيسة الشهدة في ناس عرفنا أسمائهم وفي ناس مش عارفنهم في ناس كتبوا عشان شفناهم وفي السما بس اللي هي عارفاهم حبيبي الكنيسة بتاعتنا كنيسة شهدة كنيسة غرباء ونزلاء عشان كده دايما بقول ربنا الأيام دي طلبنا السجود السجود أحبايبي الصلاة نقدم توبة من كسرة خطايانا وأسمنا حاجات بتحصل في العالم كتير أهلي لنوى المدينة العظيمة ربنا السمع كان صر عظيم بعت لهم يونان قال له روح كلم المدينة العظيمة أنه صراكت صعدة لي طيب نعمل إيه؟ ويا رب قال لهم توبوا التوبة بتاعتنا كجسد المسيح كلنا اللي في العالم كله جسد المسيح الوحيد التوبة بتاعتنا تخفر خطايا وترحم ترحم الناس وترحم الشعب ربنا جاي يقول لا تضرب كل وباكم بس النهار دا أنا بسمحة علي أنا أنا بسمحة لهم هم اللي ماشيين في الطريق لمدة كم يوم وكم ساعة اللي لسه عاجين على البرد ومش عارفين يعملوا ايه واللي سابوا أهليهم واللي سابوا بزوائيهم سابوا حاجاتهم ربنا جاي يقول لا تضرب كلوبكم حينقز حيخلص حيعمل هو دا إلهنا حتى لو حبي يخدنا هو عد معانا وعد لنا مكيان جميل في السماء هل حد فينا حبيبي أنا أقول لك هل إحنا مستعدين للساعة دا نسيبه الأرض دا ناخد الصنطة بتاعتنا نطلع بها فوق هل الصنطة فيها ستكون فيها حاجات عدلة ولا حاجات كلها صعبة هل الصنطة دي حبيبي سيكون فيها حب له ولا زي تومة إنكار وهيز دليل عايز فلسفة نطلب من العنى الصالح في هذا القدس إنه يذكر كل بيت وكل أسرة في السودان نطلب من العنى الصالح يروح يعزي النفوس يدي السلام يدي الاتمئنان نطلب من العنى الصالح يحافظ على الكهنة الأسقفة الكنيس بتاعتنا نطلب من العنى الصالح إنه كل إنسان مسافر في الطريق يكون معاه ويوصله بسلام نطلب من العنى الصالح يعطيهن حالة الانتظار في كل مكان وكل وقت ونحضر صنط بداتنا في أي وقت مملؤين من نعمة الروح وكدس ومحفوظين في دمه واسمه في كنست كل ما كذكره من الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر